التقى وزير الخارجية سمح شكري مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار على هامش أعمال قمة حركة عدم الانحياز واستهل الوزير شكري اللقاء بالتأكيد على أهمية استغلال الزخم المترتب عن تكثيف زيارات رفعة المستوى بين البلدين خلال العام المنصرم واتفق الوزيراني على أهمية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية القائمة في مصر وتترق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بما في ذلك تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودفع جهود التهدئة وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيث أعرب الوزير الهندية عن تقطير دولته للجهود التي تفذلها مصر لوضع حد لهذه الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني لافتا إلى الشواغل الهندية إزاء التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر